أعلنت إيران عن زيارة لنائب المستشارة الألمانية زيغمار جابرييل إلى الجمهورية الإسلامية لفتح صفحة جديدة في مجال تطوير التعاون التجاري بين الجانبين وتعتبر ألمانيا من أهم شركاء إيران في الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادية وصف وزير الاقتصاد الألماني زيغمار جابرييل زيارته المقبلة لإيران بأنها تصب في سياق مصالح ألمانيا وأوروبا مؤكدا ضررت التباحث مع طهران حول تنمية العلاقات الاقتصادية فضلا عن الحوار حول حقوق الإنسان والتسليح وشؤون أخرى وقال جابرييل في تصريح صحفي على أعتاب زيارته المتقبة لطهران غدا الأحد أن الزيارة تجربة في مجال العلاقات الاقتصادية والتي تثمع عن تعزيز علاقات السياسية أيضا ويشارع إلى أن زيارة الوزير إلى طهران هي الثانية منذ التوقيع على اتفاق النووي بين إيران والبلدان الستة وعلى الصعيد الاقتصادي قفزت مستوادات أكبر أربعة مشترين آسيوين للنفط الإيراني إلى 81% في أغسطس آب مقارنة مع مستواها قبل عام وهي أعلى زيادة بالنسبة المؤوية منذ إبريل نيسان 2014 مع استعادة الطهران حصتها السوقية وأظهرت بيانات حكومية وأخرى تتبع حركة السفن أن أكبر أربعة مشترين للخام الإيراني في آسيا وهم كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند استرادوا 1.4 مليون برميل يوميا في أغسطس آب وذلك هو أعلى مستوى للواردات فيما لا يقل عن 5 سنوات ونصف السنة شكرا